السلام عليكم و اهلا فيكم في بيديو جديد في قناتي على اليوتيوب بيريكتشم معكم و انا اهلا و اليوم جربت لكم وصفة جربتها من كم يوم و من جربتها و انا قلت لا هذه الوصفة لازم اصورها و نزلها لكم على اليوتيوب مرة لذيذة طريقتها مرة سهلة يعني الحلل كذا سهل و فخم و شكله حلو و ما يبيده شيء ابدا من اربع مقادير بس نحتاج لبداية البابكا استخدمت بابكا الشوكولت ممكن تستعملون اي نوع او نكت بابكا انتم تحبونها تكون حالية بابكا الشوكولت طريقتها في قناتي موجودة في صندوق الوصف او ممكن تشترونها جاهزة من اي مكان يبيع بابكا رح قطعتها مكعبات صغيرة زي ما شفتوا و عندي هنا كريمة خفق باردة حطيتها بالعجانة عشان اريد اخفقها بعد ما خفقتها تقريبا ثلاث دقائق اضفت عليها سكر بودرة و فانيلا سائلة و خفقته مرة ثانية و خليت عيني عليها لانه ممكن في اي لحظة تنفصل الكريمة انتظرتها لحد ما صارت الكريمة كذا ثقيلة وبعد كذا جبت صحون صغيرة كاسات صغيرة و بديت احط فيها البابكا حطيت عليها طبقة من الكريمة حاولتين اوزعها بعض الاكواب كثرت فيها الكريمة بعضها لا حاولتين احط كمية صغيرة فممكن تحطون حسب رغبتكم بعدك حطيت طبقة ثانية من البابكا ثم اغطيتها من فوق بالكريمة و حطيت عليها كذا بس حبت بابكا و رشيت عليها تشوكليت مبشور و ممكن بعد بين الطبقات حطون تشوكليت مبشور ايضا و ممكن ترشون عليها قرفة او ترشون عليها اي نكنتم تحبونها بس هذا طريقة الحالة شايفين مرة سهل و طريقتها مرة لذيذة يعني احساد من حليان اللي اطلع شكلها حلو لما احد يزورني بس انه في مسوكة سهلة و طريقتها بسيطة حتى لو ممكن اشتري زي ما قلت بابكا من مكان جاهز و قطعهم كعبات و اسويها الكريمة و خلاص بصير عندي حلو مرة شكلها حلو مرتب و طعمها مرة مرة لذيذ جربوه و قلوه لي رايككم في تحت في التعليقات ولا تنسوا نسبسكرايب للقناة ولايك للفيديو و اشوفكم في وصفات قادمة جهزت لكم وصفات الرمضان مرة رهيبة متأكد انكم راح تحبونها فاخلوكم قليبين و ايضا تابعوني على انستجرام ترى انا نزل هناك وصفات مرة كثيرة و في وصفات من قبل كنت انزلها فتحسون كم وصفات كنت اعجبكم و تجربونها يلكم العافية على المشاهدة و مع السلامة